الببغوات يمكن أن تكون فرصة للترفيه والاسترخاء والتخلص من الضغوط اليومية. لا تنسوا الاشتراك والإعجاب أهلاً وسهلاً بكم على قناة الحياة عجائبة. كما أن تربية الببغوات يمكن أن تكون نشاطاً ممتعاً ومفيداً للأفراد وخاصة الذين يعانون من الوحدة أو العزلة. ومن الجدير بالذكر أن تربية الببغوات تتطلب الارتزام والصبر والاستمرارية مما يمكن أن يساعد في تحسين الصبر والتحمل لدى الأفراد. ومن الجوانب الإيجابية الأخرى لتربية الببغوات أنها تعتبر نشاطاً يمكن ممارسته في المنزل ولا يتطلب الكثير من المساحة أو التجهيزات الخاصة. كما أن الببغوات تتمتع بشخصيات فريدة ومتنوعة ويمكن للأفراد التفاعل معها وتعلم سلوكياتها وعاداتها. كما أن تربية الببغوات يمكن أن تساعد في تحسين الصحة النفسية للأفراد وتخفيف التوتر والقلق. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تربية الببغوات يمكن أن تساعد في تعزيز مهارات التواصل والتعلم لدى الأطفال، حيث يمكن للأطفال تعلم الحديث والتفاعل مع الببغوات. وأخيرا، فإن تربية الببغوات يمكن أن توفر للأفراد شعورا بالرفقاء والصداقة والمسؤولية، مما يساعد على تحسين جودة الحياة. وفي نهاية هذا الفيديو نرجو أن تقولوا قد استمتعتم معنا بكل ما قدمناه لكم من معلومات. ولا تنسوا دعم القناة بالأعجاب والاشتراك لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.